السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 24 ثمانية آب أغسطس طبعا القمر ما زال موجود في برج العقرب ورح يظل في برج العقرب لغاية ساعات الصباح بعدها بده ينتقل لبرج القوس ورح يظل القمر في برج القوس لغاية ظهر يعني الساعة واحدة وأربع دقائق من ظهر يوم السبت الآن القمر موجود في برج العقرب يعني من ظل لغاية ساعات الصباح أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط أو غيري أو شكل بوسعنا برضو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين أو أمور إلها علاقة إما بالمغامرات الأكشن الشغلات اللي زي هيك مشاهدة فيلم قراءة رواية قرار حاسم اهتمام بالأمور اللي إلها علاقة بالعقارات أيضا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية ذروتها ساعة 22 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس فعلي وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبرضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا تمنحنا كفاءات للأعمال الفنية أو للمسرح أو للروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي برضو الزاوية رح تكون الساعة خمسة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للإبداع برضو بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة خمسة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وسبع دقائق صباحا خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج القوس طبعا ثمانية وسبع دقائق بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن بدنا نزيد عليها أو سوريا أو المناطق الشرق الأوسط بدنا نزيد عليها ثلاث ساعات اللي هو فارق التوقيت عن جرينيج بانتقل القمر وبصير في برج القوس بنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال دراسة لغة جديدة الاستمتاع بهواي ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد الانتقال المباشرة بصير في عندنا زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون دروتها الساعة 9.57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات خصوصا مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 3.28 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ الى الهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآب أيضا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بظل في نوع من أنواع تغيير واضح لصالحكم الاهتمام كله رح يكون على المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أهم إشي أنه تضبطوا أعصابكم ما في داعي للانفعال انتبهوا على أموالكم برضو أو من المغامرات المالية أو صرقة بعض الأموال أو الاهتمام ببعض الفوتير أو الدفعات أو الأمور هذه لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح هنا الأجواء بتتغير بشكل جذري لصالحكم بشكل أكبر فهنا بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والامتحانات وأيضا مناقشة رسالة أو الدكتورة أو نقاش سياسي أو أمور إلها علاقة بالاستيراد والتصدير والامتحانات والمقابلات يعني نشاط عالي جدا رح يكون على كل الأصعب وبرضو علاقتكم مع أحبائكم بتكون ممتازة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وتضبط عصابكم أثناء التعامل مع أحبائكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر رح يظل مقابلكم لغاية ساعة الصباح فعشان هيك بظل الأمر لحوارات ونقاشات وتعزيز العلاقة مع شركاء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو الأحبة والأجواء جيدة لإنجاز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأطراف أما شخصيا لنفسك طاقتك بظل ضعيفة لأن القمر موجود مقابلك تماما وبظل في نوع من أنواع العصبية والتوتر عندك لأدفه الأسباب حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان على أساس أنه ما تفقد أو تخرج الأمور عن السيطرة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وحاولوا أنك تنجزوا واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتحوا بالأمور الثانوية ممكن تستغل هذا اليوم للمطالبة بحقوق لا إلك أو انتمام بعض المعاملات اللي إلها علاقة ببنك ميراث أو استرداد بعض الأموال أو حتى أموال الزوج أو الزوجة يعني في نشاط على المستوى المالي ولكن ما تغامر بخوط تجربة مالية في هاي الفترة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن بده يبدأ بمراحل المقابلة يعني رح يكون فيه نوع من أنواع الضغط عليكم خلال هذا اليوم صحيح أن الأجوال غاية ساعات الصباح ما فيها هالمخاطر ممكن تتمم بعض الأعمال أو تنجز بعض الأعمال أو تهتم بعمل جديد أو علاقتك بتكون جيدة حتى مع زملائك ما دماغك شغال على مستوى العمل وأيضا ممكن بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة تهتم فيها فعشان هي بدك تهتم برضو لصحتك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي إنك تراجع طبيبك هذا أهم أمر وممكن تهتم لصحة أحد الأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم والجو بصير مناسب لتعزيز الشراكة المالية والعاطفية أو التفاهم أو المصالحة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وحاولوا أنكم الضخم الأمور حساسيتكم عالية وفي نفس اللحظة ردات الفعل عندكم صعبة حاول أنك ما تدخل بأي نقاش أو حوار أو عصبية لأنه أنت اللي رح تكون خاسر خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء بتظل جيدة على المستوى العاطفي وعلاقاتكم مع أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أو مع أحد الأبناء ممكن اليوم تمارس هواية لغاية ساعات الصباح أو حتى أنك يعني تهتم بنفسك أكثر بلباسك، بهندامك، بمنظرك، بمظهرك، بأي شيء من هذه الأمور بتظل الأجواء جيدة على المستوى العاطفي والترفيهي يعني بشكل ممتاز ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا القمر بنتقل بصير في البيت السادس يعني اليوم رح تبدأ فترة عمل أو إنشغلات لها علاقة بالعمل عالية جدا إما يعني اللي بسمعني إذا كانت ست بيت معناته الإشي رح يكون داخل البيت أعمال منزلية إذا كان شخص بيشتغل معناته في عمله مع زملائه مع عمل جديد أو عرض جديد أو ممكن يهتم ببعض المسائل الصحية كمراجعات طبية أو حتى أخذ بعض العلاجات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الاهتمام لغاية ساعات الصباح رح يظل على المستوى العائلة البيت العقارات المستوى الشخصي فعشان هيك الاهتمامات رح تكون متنوعة ولكن الغالب رح يكون البيت والعائلة هو أكثر شيء في نوع ممكن أو شيء أو حدث يعني بوترك أو بيسبب لك نوع من أنواع العصبية ضبط الأعصاب مطلوب قدر الإمكان ممكن تهتم بأعطال منزلية أو حتى بتصلحات أو مشتريات الأهم زي ما حكينا قلل من مصريفك وبرضو ما تهمل الوضع العائلي وحاول قدر الإمكان قدر الإمكان ما تدخل في نقاشات حامية أما من ساعات الصباح حون الأجواء بتتحسن بشكل قوي جدا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء رح تكون ممتازة جدا حتى لتعزيز العلاقة مع الأبناء أو مع الأحبة وممكن اليوم تمارس هواية معينة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا النشاط بظل عالي جدا اليوم بالاتصالات والحركة والحوارات والنقاشات وعندك قدرة عالية جدا على الإقناع أنت اليوم تتميز بسرعة بديها عالية جدا وأيضا قدرة على الإقناع عالية جدا اللي بيشتغلوا في مجال التجارة بيستفيدوا بشكل كبير واللي عندهم امتحانات أو مقابلات برضو اليوم رح يكون لصالحهم في كثير من الأمور الأهم أنك ما تتسرع أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا التركيز بصير على البيت وعلى العائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك أو تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو تواصل واتصالات ومساعدات الأهم أنك تنتبه من بعض الكلام اللي ممكن أنت تذكره يكون مش واضح أو ينفهم بطريقة خاطئة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بظل ثقتكم عالية جداً وبظل اهتمامكم بالمسائل المالية لغاية ساعات الصباح ممتاز جداً ممكن تحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هبات، دعم، هدية يعني من هاي الأمور أو تهتم بإتمام بعض المسائل أنه عليك مطالبات مالية بدك ترتب دفعاتك أو فواتيرك بشكل جيد أهم شيء أنك تقلل من مصريفك وبرضو تنتبه من النصابين والمحتالين قدر الإمكان ممكن تهتم اليوم يعني بأشياء لها علاقة بالمستقبل كأنك أنت تأمن مستقبلك أو مستقبل أحد الأحبة أما من ساعات الصباح فهنا النشاط بصير عالي جداً عندكم بالاتصالات والحوارات والنقاشات امتحانات، مقابلات، تجارة هاي الأجواء ممتازة واليوم تقدر أنك تتحرك باتجاهها ولكن لا تعتمد على الحضوض كثير بالعكس أنك تعتمد على طاقتك بشكل إجباري عشان تقدر تتمم هاي الأمور وما في داعي للمغامرات ما منكم أشخاص ممكن يهتم لموضوع إلو علاقة بالسيارة أو إلو علاقة بالأجهزة الإكترونية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل نشاطكم عالي جداً حيوية ممتازة وقدرة على إتمام أي أمر أنت اليوم يعني عندك قدرة عالية جداً على التواصل والاتصال لأي اتفاق مع أي شخص لأنه اليوم الطاقة عالية وبقوة أما من ساعات الصباح فالقمر رح ينتقل عبيتك الثاني للعلقة بالأمور المالية فهنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن يظهر في طريقك بعض المحتالين أو بعض المطالبين بحقوق إلهم مالياً الأفضل أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد اليوم مناسب لا تسوية أو تقصيد أو يعني تأجيل موضوع مالي ولكن الأفضل أنك ترتب على حسب إمكانياتك وما في داعي للمغامرات المالية في هاي الفترة برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس من الآن لغاية ساعات الصباح بدك تبعد عن أي شيء في حسم لبعض الأمور لأن القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فبتظل الأجواء ضاغطة على المستوى الصحي المستوى النفسي على مستوى العمل على مستوى علاقتك حاول قدر الإمكان أنك تتمم الأمور بشكل روتيني حاول أنك ما تبدأ بأي شيء جديد وبرضو في نفس اللحظة ابعد عن المغامرة والرهان عن الحظ أو عن التحديات أو عن أمور إلها علاقة بالمواجهات وما تتخذ أي قرار حاسم أما من ساعات الصباح هنا القمر بينتقل عندك فعشان هيك رح تبدأ مرحلة جديدة في خلال الفترة القادمة رح تمتل ونفيها نشاط وحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا تناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك الأجواء رح تصير ممتازة جدا وداعم ملائلك حتى على المستوى العاطفي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذه الفترة تعتبر فترة مميزة لغاية ساعات الصباح رغم أن القمر بيقترب من بيت المتاعب إلا أنه بظل الجو جيد للتحالف للتعاون مشاركة الاجتماعية وعلاقاتك مع مسؤولين أو مع بعض الأشخاص أو الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء لأجواء جيدة وداعمة لإلك بقوة خلال هاي الساعة أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل ويصير موجود في بيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ يعني ما رح يكون الحظ حليفك في الأيام القادمة لحديث ما يوصل القمر لعندك عشان هيك حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة وما تبدأ بشيء جديد برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم من الآن ولغاية ساعة الصباح رغم أنه ما فيه أي شيء بخور بالعكس بظل الأجواء ممتازة لتدعيم علاقاتكم أو لتقديم طلبات عمل أو مقابلات أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين الأهم برضو أنك اليوم بإمكانك لغاية ساعات الصباح أنك تدافع عن سمعتك أو عن بعض المشككين فيك أنك تدافع عن نفسك ولكن بدون أقطاء وبدون تهورات أما من ساعات الصباح فالقمر رح يوصل لبيت العلاقات الاجتماعية فخلال هذا اليوم رح تنشطوا بين الأصدقاء وبين معارفكم وممكن تتمم بعض الأعمال أو تنجزها بواسطة شخص ما هاي الفترة برضو ممكن يتوجه لك فيها دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتوتد العلاقة بأصدقاءك وممكن تتعرف على أشخاص جدد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل الطاقة موجودة عالي جدا لغاية ساعات الصباح بالاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات وبظل الفترة عندك نشاط عالي جدا وقدرة على الحوار والنقاش والإقناع واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة رح يتممها بشكل جيد الأهم أنك تركز وما تعتمد على الحظ يعني بدك تعتمد على جهدك الشخصي برضو الفترة هاي ممتاز إلى اللي عندهم رسالة أو رسالة جامعة مثلا أو مناقشة رسالة أو عندهم أمور إلها علاقة بالتجارة الأجواء تقريبا على كل المستويات جيدة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية والفترة هاي مناسب إلى الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بيقدروا يعززوا علاقتهم مع المسؤولين بشكل جيد أهم إشي أنه في هاي الفترة تتجنب الخلافات وتسعى لتلطيف الأجواء وحاول إنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف بالعكس هاي الفترة بتقدر تدافع وتبرر للمشككين بوجهة نظرك وأيضا تدافع عن سمعتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء